السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع رح أشرح لكم حدث حصل هذا اليوم يمكن من خلاله أخذ فكرة عن سياسات ألمانيا هل ألمانيا بلد ديمقراطي بحرية أم بلد بديكتاتورية لبرالية وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعلنت اليوم عن حضر مجلة يعني صحيفة مجلة تنشر تقارير وهذه المجلة حسب ما قرأت من عنوين الصحف الألمانية فإنها تنشر وأمور تعارض نهج الحكومة الألمانية شن يعني تعارض نهج الحكومة الألمانية فمثلا هذه المجلة تصف بمقالات عديدة وباء الكورونا وطريقة تعامل ألمانيا مع الكورونا بأنها طريقة استبدادية وديكتاتورية عن طريق إجبار الناس على التلقيح لقاح الكورونا وتصف المجلة سياسة التلقيح بأنها سياسة ديكتاتورية يتم بها إجبار الناس على أخذ اللقاح هذه المجلة تنظر إلى أفلونزا الطيور الوباء الجديد اللي دي انتشر الآن بأمريكا يعني تحديدا بأمريكا انتقلت الفيروس H1N1 أو H1N1 انتقل من الطيور وصار البشر يعني الثديات تعدي بعضها وتقول المجلة أن هذا الوباء هو وباء جديد تستعد الحكومات بي لاستخدام أدوات لإجبار الناس اللي ما أخذوا لقاح الكورونا على أخذ لقاح إفلونزا الطيور الجديد طبعا هذا الفيروس الآن يتم تخصيص الملايين من الدولارات واليوروهات لأجل عمل لقاح لإفلونزا الطيور المجلة شوية راح زايد وهي مرحبة بحزب البديل اليميني كونها تتفق مع هذا الحزب بأمور عديدة تتفق بموضوع السلام مع روسيا انهاء الحرب ويعني ترحب بقيادات الحزب وتنشر مقالات تريد المجلة بيها الصلح مع روسيا يؤيدها سياسيين ألمان من حزب البديل تم اليوم الإعلان عن أن المجلة الإعلان الرسمي من وزارة الداخلية ووزير نانسي فيزر من حزب الاس بي دي قالوا أن المجلة تنشر محتوى مخالف للدستور الألماني وتحرض على الكراهية وتم مداهمة موقع المجلة ببرلين رئيس تحرير المجلة هو صحفي حسب الإعلام الرسمي اسمه إلزع وهو صحفي عنده آراء وجهات نظر واليوم هناك حملة ضده وتقول الصحف الألمانية أنه قريب من حركة بغدا هنا من يتم إلساق إلى تهمة القرب من بغدا وحركة يعني ربطوه بهذه الحركات وبحركة الهوية من يتم ربطه بهذه الحركات معناها كتبوا أو كتبت عليه نهاية مسار المهني والسياسي قناة أي أغدي الإخبارية التي ندفع لها ضريبة شهرية بألمانيا هي إعلام حكومي ممول من ضرائب الناس تقول أن هذه المجلة اللي اسمها كومباكت تفتقر إلى المعايير الصحفية وتم حضرها ومداهمة مركزها هنا لازم نسأل نفسنا سؤال ما هي المعايير الصحفية؟ هل القنوات الرسمية الألمانية ملتزمة بالمعايير الصحفية؟ هل قرأنا مقال واحد يتعاطف معه؟ طفل واحد من أطفال غزة؟ أو يتعاطف مع المدنيين بغزة؟ سؤال آخر يتبادل إلى ذهني أو ذهن أي شخص هو ليش كل حزب سياسي أو كل قيادي كبير بأوروبا؟ أو كل مجلة؟ كل مرشح للانتخابات؟ كل من يريد السلام مع روسيا يتم إسكاته أو محاولة اغتياله مثل ما حصل لترامب أو تسقيط حزبة لأنه يريد السلام مع روسيا أنا مو مع ترامب ولا مع حزب البديل ولا مع مارين لوبان ولا مع خيرة فلدرز بهولندا ولكن لماذا كل حزب بالدول الغربية كل شخص كل قيادي كل مرشح للانتخابات يقول نريد إنهاء الحرب نريد السلام مع روسيا نريد إيقاف حرب الاستنزاف وإنهاء تجارة الأسلحة الكبيرة الدول الأوروبية تشتري السلاح بالهبل مثلا من أمريكا من الدول المصدرة فلماذا كل من يريد إنهاء هذه الحرب يتم إسكاته؟ هل الطرف الآخر ملتزم بالمعايير الإنسانية؟ طبعا يقولون أن حزب البديل يحرّف ضد الأجانب فهل لدى الطرف الآخر مثلا سياسة جيدة تصب بمصلحة الأجانب مثلا يعني بديل حزب البديل هو حزب الآن صعدة شعبية حزب سيدئو حزب المستشارة السابقة ميكل يرأس الآن فردش ميتس حسب قراءتي لبرنامج الحزب فبالنسبة للمهاجرين والأجانب لا يختلف حزب سيدئو عن حزب البديل حزب سيدئو يريد حتى إرسال اللاجئين إلى دولة رواندا انصعب ترحيلهم لبلدهم الأم هل هذه سياسة إنسانية عم أيضا كراهية ضد اللاجئين ملاحظة بزمن الكورونا كل من ينتقد سياسة الحكومة بالتعامل مع الوباء سواء يعني نتكلم عن الدولة الغربية ليس فقط بألمانيا سواء يعني أمريكا ألمانيا فرنسا بريطانيا كل مكان من ينتقد سياسة الكورونا يتم ربطة بالأحزاب اليمينية والجماعات المتطرفة هذا كان المقال وهذا كان رأي بالمقال الآن شاركونا أصدقائي بأراءكم موضوعنا التالي القناة الألمانية الأولى الرسمية تنشر تقرير خطير عن تفشي إفلونزا الطيور بأمريكا جاء بالتقرير اللي هو طبعا مرتبط بالمجلة اللي ذكرناها بالخبر الأول جاء بالتقرير أن إفلونزا الطيور اللي سببها فيروس بدأ ببداية الأمر كمرض ينتشر بين الطيور حول العالم ولكن الآن بأمريكا انتقل المرض إلى أنواع عديدة من الثديات منها قطعان الأبقار من الأبقار اللي تنتج اللحم والألبان بدأ ينتقل إلى البشر وهذا شيء خطير جدا جدا طبعا دائما يتم اتهام البقرة بأنها تستهلك كذا ألف لتر مياه من أجل لتر الحليب وتربية الأبقار تلوث البيئة وتنتج غاز الميثان وهذه مصادفة أن يقرر فيروس H1N1 أن ينتقل إليها طبعا أصيب عدد كبير من الأشخاص بأمريكا بالفيروس وقالوا أن الأعراض اللي ظهرت عليهم هي أي التهاب ملتحمة العين بالإضافة إلى أعراض أخرى مشابهة للإفلونزا العادية مركز السيطر على الأمراض بأمريكا يقول أن المرض ينتشر بين البشر ولكن الآن ما يشكل خطر مثل وباء الكورونا ولكن الحال ممكن يتغير ويصبح المرض خطير حتى الآن أصيبت 140 قطيع من قطعان الأبقار بأمريكا بهذا الوباء والمشكلة أن الطيور تنقله وتأتي للحضائر وتجلم المرض للأبقار أهم ما يلفت النظر وأهم ما لفت انتباهي بالتقرير اللي نشرته القناة الألمانية الأولى هو أن الشركات أدوية وتطوير لقاحات بأمريكا تلقوا تمويل من حكومة الديمقراطيين حكومة بايدن بمبلغ 180 مليون دولار حتى يطورون لقاح جديد مضاد لفيروس المعدي اللي يرسم إلى صورة الآن يعني يشبه البعض بأنه يشبه وباء الكورونا ببدايته موضوعنا التالي أصدقائي اليوم من الصباح حتى الآن أي شخص يفتح الموقع الرسمي لصحيفة بلد رح يشوف هذا الخبر الرئيسي متعلق بلاجئ مغربي عمل جريمة بألمانيا يعني قلب الرأي العام رأسا على عقب مكتوب بالعنوان الرئيسي مغربي خرج من السجن بالساعة التاسعة مساء وارتكب جريمة جريمة قتل بالساعة الواحدة والنصف ليلا طبعا هذا هو عنوان المقال بليلة الأحد بالساعة الوحدة والنصف يعني فجرا قام شاب مغربي عمر 18 سنة هذه هي التفاصيل دفع رجل ما يعرفه من درج محطة القطار بمدينة أولزن بولاية نيدا زاكسن الرجل اللي سقط من الدرج عمره 55 عام وهو أب لأطفال وصيب أثناء سقوطه من درج المحطة وتوفى على الفور بعد ارتكاب الجريمة هرب الشاب اللي هو لاجئ مغربي من مكان الحادثة ولكن الشرطة تعرفوا عليه بفضل التطور والتكنولوجيا وكاميرات المراقبة وألقي القابض عليها ويحققون معه عن ما هو السبب اللي دفعه إلى دفع الرجل الألماني اللي هو أب لأطفال طبعا صحيفة بلد تقول أن أب لأطفال وقبل الحادث اللي أدى لوفاة الأب الألماني كان الشاب المغربي بالسجن يعني بزنزانة الشرطة يعني بالحبس الوقائي كان محبوس وقائيا يعني مو فترة طويلة والسبب هو أنه قام بجريمة سرقة واعتداء وإذاء شخص آخر وهدد الناس وضرب رجل عمره 31 سنة وسرقة بسبب هذا الشيء تم حبسه وقائيا عند الشرطة حتى يمنعه من ارتكاب جريمة أخرى الشرطة أطلقت صراح المغربي اللي عمره 18 سنة وبعد مرور أربع ساعات من اطلاق صراحة دفع الأب الألماني اللي ما يعرفه وأدى الدفع إلى وفاة تقول صحيفة بلد أن اللاجئ المغربي أتى إلى ألمانيا بسنة 2021 كلاجئ قاصر غير مصحوب بذويه وتم إيواء بمكان خاص للاجئين القاصرين الآن يتم التحقيق ضده بتهمة القتل غير العمد والسرقة وتجارة المخدرات وإذاء الآخرين موضوع الأخير خبر سار للمجرمين لأول مرة اطلاق صراح من السجن قبل أن نخوض بالتفاصيل اشترك الآن بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى ما يفوتك شيء كي يصلك الفيديو فور ما أنزله أولا بأول طبعا بكل دول العالم لما شخص يرتكب جريمة يتم وضعها بالسجن يقضي فترة محكوميته وبعدها يتم إطلاق صراحة الآن بدولة عظيمة تعتبر من أهم الدول بالعالم بالتطور والتكنولوجيا وهي السادسة على العالم بقوة الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي هي دولة بريطانيا بريطانيا الأمور الآن بها كارثية جدا بسبب أزمة مالية تضرب بريطانيا وغلاء وتضخم حصل بعد حرب أوكرانيا الآن هناك شحة كبيرة بالأموال وبالأونة الأخيرة وصلت الأزمة المالية إلى السجون الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات عاجلة لتفريغ آلاف الأماكن بالسجون لعدم وجود مخصصات مالية كافية لبناء سجون جديدة فالآن يتم إخراج مجرمين من الحبس من أجل توفير الأموال وتوفير أماكن جديدة لكي يتم وضع بها مجرمين جدد تخيلوا هذه الدولة وفرت عشر مليار دولار بالعام الماضي لدعم أوكرانيا والآن ما عندها أموال تبني سجون رئيس الوزراء البريطاني الجديد اللي هو كير ستورمر قال إن الوضع كان أسوأ مما كنت أتوقع والسجون ممتلئة للغاية والآن المحاكم البريطانية قد لا تكون قادرة على النضق بالحكم خصوصا أحكام السجن لأن من ستحكم محكمه بالسجن قد لا يوجد له مكان فارغ بالسجن ووزيرة العدل البريطانية الجديدة اسمها شابانا محمود قالت إنه بشهر سبتمبر القادم حيتم تطبيق قانون جديد وهو إن كل سجين يتم إطلاق صراحة بعد انقضاء مدة 40% من محكوميته فقط يعني أنت عليك حبس مثلا أربع سنوات وأنت قضيت وقت أقل من سنتين يتم إطلاق صراحك وتصير حر بسبب إن السجون ممتلئة ويريدون تخصيص مكانك لشخص آخر هناك استثناء بإطلاق الصراح وهو لمن ارتكبوا جرائم خطيرة تؤدي للسجن أربع سنوات أو أكثر مرتكبي جرائم الجنسية العنف المنزلي هؤلاء حيبقون بالحبس أما من جريمت بها سجن أقل من أربع سنوات فسيتم إطلاق صراحة بعد انقضاء 40% من محكوميته يعني لو أنت محكم عليك 10 أشهر بالسجن بالشهر الرابع يتم إطلاق صراحك بسبب اكتظاظ أماكن الحبس كل هذا تفعل دولة تعتبر سادس أقوى اقتصاد بالعالم ولديها أموال كافية بحيث تبرعت بعشرة مليار دولار من الأسلحة إلى دولة بريطانيا بهالموضوع صاني للنهاية شكرا لحسن استماعكم مع السلامة